ضخوا كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية إجراء تتبعه وزارة التجارة لتحقيق استقرار سعري في السوق ومحاربة الاحتكار فإلى جانب استمرار توزيع السلة الغذائية للمواطنين تمكنت الوزارة من توفير المواد الأساسية بأسعارها الرسمية للمستهلك إضافة إلى تجهيز الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية بسلات غذائية وزارة التجارة مستمرنا بعمليات تجهيز واسعة من خلال مشروع السلة الغذائية ومادة الطحين ومستمرنا بتجهيز عوائل رعاية الاجتماعية بعد قرار مجلس الوزراء وتوجيه دولة الرئيس هدف الوزارة السعي فيه والحيلولة دون ارتفاع الأسعار وطمئنة الشارع العراقي بأن وزارة التجارة لها القدرة على استقرار السوق وإيجاد كميات من المواد التي يحتاجها ومنع الاحتكار خطة وزارة التجارة تهدف إلى توفير مواد غذائية كافية لمنع ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان فيما تسعى إلى توفير اللحوم والأسماك والأجبان عبر منافذ بيع مباشرة بأسعار تنافسية وبحسب الشركة العامة لتجارة الحبوب فإن أسعار مادة الطحين تشهد استقرارا كبيرا على خلفية ضخ آلاف الأطنان واستقرار توزيعها إلى المواطنين الطحين يروح للمواطن بشكل سلس وما عندنا أي تلك في موضوع توزيع الطحين قطعا أنت لا تتلك في توزيع الطحين للناس قطعا أسعار الطحين تكون بالسوق بسيطة وجيدة إضافة إلى ذلك الشركة العامة تجارة المال الغذائية بدأت تبيع الطحين الصفر وبأسعار جيدة بتنافس السوق ووزعت في جميع المحافظات وتكثف الرقابة التجارية متابعة أسعار السلاع في الأسواق والتدقيق في المواد الممنوعة من الاستيراد ومنتهية الصلاحية من خلال فرق مشتركة مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمنع الاحتكار والمضاربة بيثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد